موسيقى العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه المبعوث الأممي لليمن يغادر صنعاء بعد لقاءات مع الحوتيين ويدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار اتحاد الشغل التونسي يصعد الإدراب والشاهد يتهم أطراف سياسية بمواصلة السعي إلى تعطيل عمل الحكومة البحرينيون يصوتون الانتخاب برلمان جديد في غياب للمعارضة مظاهرات في فرنسا احتجاجا على رفع الأسعار والشرطة تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين وقبل ذلك موجز للأخمر قال الأمير السعودي تركي الفيصل أن مقتل جمال خاشقجي حادث غير مقبول وسيقضي على المكانة التاريخية للسعودية في العالم وأضاف الفيصل أن على السلطات السعودية أن تتحمل تبعات القضية نشيرا إلى أنه سواء انخرط القاضي في قمرة العشرين بحرارة مع ولي العهد أم لم تنخرط فأنه يعتقد أنهم جميعا يدركون أهمية التعامل معه ومع الملك سلمان واعترف الأمير السعودي بتقارير الاستياء داخل الأسرة الحاكمة من الصعود السريع لولي العهد إلى السلطة لكنه أكد أنها لا تعكس الدعم الاستثنائي الذي يتمتع به الملك سلمان وولي عهده شنت طائرات التحالف السعودي الإماراتي غارات جوية عدة على محافظة الحديدة غربي اليمن وقالت مصادر محلية أن الغرات السعودية الإماراتية استهدفت مواقع متفرقة للحثيين في مديرية الجراحة جنوبية الحديدة دون ذكر أي تفاصيل عن سقوط قتل جراء الغرات وأضافت المصادر أن التحريق لازال مستمرا في أجواء المديرية من جهة أخرى شن طائران التحالف غرات على مديريات رازح ومواقع أخرى تابعة لمحافظة صعدة شمالي البلاد قتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الجلجناس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي الواقع في المنطقة منزوعة السلاح وفق ما أفاد نشطاء وكانت روسيا وتركيا قد توصلتا في أيلول سبتمبر إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعدما لوح دمشق على مدى أسابيع لشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة التي تعد آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا انتقدت تركيا بحد إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة شمالي سوريا تهدف إلى منع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن وقال وزير الدفاع التركي خالوسي أكار في تصريحات بثتها وكالة أنباء الأنادول التركية قال إنه يعتقد أن هذه التدبير ستزيد الأمور تعقيدا وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الأمريكي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا حلفاء التحالف الدولي أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع يوم أمس في سوق بشمال غربي باكستان حسب وكالة أعماق التابعة للتنظيم وقالت أعماق إن البجوم أسفر عن مقتل 57 شخصا نفته انتحاري في منطقة أوركزي شمالي البلاد أطلقت السلطات الباكستانية حملة اعتقالات ضد أنصار خادم حسين رضوي زعيم حركة لبايك باكستان الباكستانية وأعلنت الشرطة توقيف زعيم الحركة وأكثر من 300 من أنصاره في إقليم البنجاب حفاظا على النظام العام وشهدت مدينة كاراتشي مواجهات بين المتظاهرين كانوا يحتجون على اعتقال رضوي وقوات الأمن الباكستانية وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية بعد اجتماعه بمسؤولين من الحوثيين في العاصمة اليمنية صنع زيارات جريفث تأتي في سياق مساعيه إلى تهيئة الأوضاع لمحادثات السلام المرتقبة في السويد مطلع الشهر المقبل وقد زار جريفث ميناء الحديدة في اليمن وأعلن من هناك التوصل مع الحوثيين إلى توافق على وضع الميناء بإشراف أممي يبدو أن مارتين جريفث قد أنهى زيارته للعاصمة صنع هذه المرة بحسم موضوع خلاف جوهري هو وضع ميناء الحديدة فقد أعلن المبعوث الدولي أنه تم التوافق خلال محادثاته مع الحوثيين وشركائهم على وضع الميناء تحت إشراف دولي ما يعني أن الطريق أصبح سالكا باتجاه مفاوضات السويد المقرر مطلع الشهر المقبل جريفث الذي زار الحديدة في تأكيد على أهمية مينائها دعا من هناك الأطراف اليمنية إلى اغتنام حرص المجتمع الدولي على السلام في البلاد من المهم أن نكون هنا حيث الحديدة تشكل مركز جذب مهم للعالم التقيت قادة أنصار الله وتوصلنا إلى توافق حول إدارة وتشغيل الميناء بأن يكون تحت إشراف أممي تقدم لافت حققه مبعوث الأمم المتحدة في مساعيه هذه المرة ولا تزال بعض النقاط مثلة فيما يخص السلامة وفد صنعاء المفاوض ونقله إلى مقر المفاوضات وهو ما يسعى جريفث لحسمه وصولا إلى المفاوضات التي يعتقد مراقبون أنها ستنعقد ويقللون في الوقت ذاته من جدوى نتائجها يبدو أن هناك تحفظات من قبل الحكومة اليمنية حول الآلية التي سيدرب فيها ميناء الحديدة لا أعتقد أن يصل المبعوث الأممي إلى حلول توقف الحرب في اليمن وأيضا ربما يعقد مشاورات جديدة لكن لا أعتقد أن هذه المشاورات كسابقاتها قد ربما تنتهب الفشل على الأرض عادت المواجهات بشكل متقطع في الحديدة وهو ما يهدد الهدنة التي سعى جريفث لتثبيتها في المدينة كما اشتعلت جبهات الضالع متزامنة مع غارات للتحالف في مناطق عدة تطورات يخشى معها من تعثر مهمة المبعوث الدولي مرة أخرى الرجح إذن وفق مراقبين أن محادثات السويد ستنعقد استنادا إلى التوافق حول وضع ميناء الحديدة لكن انعقادها قد لا يفضي بالضرورة إلى وقف الحرب في اليمن بسهولة طالما استمرت السيطرة العسكرية الراهنة لكل طرف خليل القاهرية تلفزيون العربي صنع وينضم إلينا عبر سكايب من مدينة دلفزل بهولندا المحلل السياسي خالد الأنسي سيد أنسي جريفث يصل إلى السعودية حاملا موافقة الحوثيين على دور إشرافي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة كيف ترى أولا هذا التطور وهل هو باعتقادك فعلا كافا لقوات التحالف الإمارات السعودي وللحكومة اليمنية؟ في عدد من المفارقات الملفتة بالنظر فيما يتعلق بموضوع الحديدة أولى هذه المفارقات أن التحالف فجأة أعلن عن وقف العمليات العسكرية في الحديدة على الرغم من أنه كان يتجاهل الضغوط الدولية بهذا المشاهد الأمر الآخر أيضا الحوثيين أنهم أيضا يوافقوا على وضع المينات تحت إدارة دولية بعد أن كانوا يرفضوا هذا الاقتراح ويعتبروه من المستحيلات وفوق ذلك يعلنوا أيضا وقف استهداف السعودية والإمارات الضربات الساروخية والطائرات المسيّرة أنا أعتقد أن هذه الخطوات تثير كثير من علامات الاستفهام لأنها جاءت في وقت يفترض أن العالم بأكمله أصبح يتحدث بإنزعاج حول الحرب في اليمن وحول ما تمارسها السعودية والإمارات في اليمن من عدد وكأن ما يتم هي عملية من أجل تخفيف الضغوط عن السعودية وعن محمد بن سلمان هذا بالنسبة للحوثيين سيد الأنسي هل تعتقد أن كل هذه الخطوات التي قام بها الحوثيون أيا كان السبب ستكون كافية بالنسبة للحكومة وللتحالف يحكّت الأمر للحوثيين كحركة سياسية أو كجماعة عنصرية سبق أن دخلت في مفاوضات وفي حوارات سواء دولية أو سواء بالكويت أو بالجنيف أو في حوارات محلية داخل اليمن ولم تنتهي هذه المفاوضات إلى نتيجة في نهاية المطاب كانت تنتهي بالفشل هؤلاء حوارات دخلت فيها الشرعية مع الحوثيين إلى اتفاقات منها حوارات الموفمبيك وحوارات اتفاق السلم والشاركة في 2014 وتم الإنكلاب على هذه الحوارات وهل في السيء يمكن أن يجعل هذه الزولة مختلفة عن سابقاتها؟ حتى الآن لا يوجد في الأفق أن هناك ما يجعلها مختلفة عن سابقاتها ربما أن هناك كان بعض الضغوط على الحوثيين للقبول بالتهدئة من أجل تخفيف الضغوط على السعودية وحتى لا يسوء وضع محمد بن سلمان الكثير من قضية خاشكي وتزامنها مع الحرب ربما تتعود الحرب مجددا لأنه لم تتخذ خطوات جادة للضغط على الحوثيين للقبول بتسوية حقيقية للتخلي عن الإنكلاب للاعتراف الشرعية ولم يتم أيضا الضغط على التحالف لكي يرفع وصايته عن اليمن قبل أن يكون هناك تحرك دولي لنقل قرار الحرب والسلم من يد التحالف من يد السعودية والإمارات إلى يد الشرعية اليمنية وقبل أن يكون هناك ضغوط حقيقية على الحوثيين بأنه إذا لم يدخلوا في مفاوضات جادة سيتم تصنيفهم كحركة إرهابية يعني يكف ضدها المجتمع الدولي بأكمله لن تكون هناك مفاوضات منتجة حتى الآن كل المفاوضات تأتي تسير إطارة أمد الحرب وأنه كلما تعالت الأصوات الدولية المنزعجة من الضحايا والمعساة التي تمر بها اليمن تم عمل وقف هدنة مؤقتة حتى يتناسى المجتمع الدولي الحرب في اليمن ثم تعود المواجهات اليمن أصبحت سوق للصراع الدولي وسوق لتسويق الأسلحة وهذه هي المشكلة طب بغض النظر عن تباين المواقف خلينا نفهم الموضوع بشكله العملي عندما يقال أن هناك إشراف أممي على ميناء الحديدة من الذي يعنيه ذلك؟ من الذي سيسيطر على الحديدة فعلا على الميناء؟ ومن سيتولى إدارته؟ طبعا هذه الخطوة في حديداتها تمثل إشكالية وتمثل أيضا حتى فشل التحارف لأنه الآن يفترض أن الميناء الفديدة يعود للشرعية يفترض أن الصراع في اليمن ما بين ميليشيات إنكلابية ومتمردة وما بين سلطة شرعية القبول بأن يدخل طرف الثالث المعادلة معنى ذلك هذا إضعاف الشرعية اليمنية التي يقول التحارف أنه يخوض الحرب من أجل الدفاع عنها وتحويل الحوثين إلى طرف مقابل للشرعية هذه تمثل إشكالية بشكل أساسي بعد ذلك سيثور جدال حول من يتولى إدارة الميناء حول ترجيع الموارد لا شك أن هذا الاتفاق هناك كثير من الألغام والتحديات أمامه أن يرى النور وأنه عبارة عن الآن اتفاق مبدئي بلا أفك ويتعرض للفشل في أي مرحلة خالد الأنسي المحلل السياسي من هولندا شكرا جزيلا لك اتهم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد أطرفا سياسية لم يسمها بمواصلة السعي إلى تعطيل عمل الحكومة وتوظيف التحركات الاجتماعية الأخيرة لأهداف سياسية واصفا اتهمات حركة نداء تونس له بالانقلاب على الرئيس والدستور مهزلة سياسية ومن جهة أخرى أعلن اتحاد الشغل أكبر النقابات العمالية مضيه في تصعيده ضد الحكومة معلنا تنفيذ إضراب عام يوم السابع عشر من يناير المقبل في الوظيفة العمومية والقطاع العام للمطالبة بزيادة الأجر جاءهم إلى البرلمان بسيارة تونسية الصنع في رسالة تواصلية رمزية لدعم المنتوج المحلي تماما كما فعل تحت قبة البرلمان كانت رسائله واضحة ومدروسة أيضا إلى خصومه السياسيين والأطراف النقابية على حد سوى وصف اتهمه بمحاولة الانقلاب على الرئيس من طرف حزبه السابق نداء تونس بالمهزلة السياسية وقال للاتحاد إنه يريد اتفاقا واقعيا بشأن أزمة الرواتب يرعي التوازنات المالية للدولة لا مش بشي أثر فينا كلام البعض اللي يشوفوا في العودة إلى الشرعية الدستورية انقلاب اللي يشوفوا في تصويت نواب الشعب المنتخدين بشكل ديمقراطي انقلاب اللي هما في الحقيقة ما يدافع وكان على مصالحهم الشخصية ضيقة ويشوفوا في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور انقلاب وكل خطوة لمحاربة الفساد هي في نظرهم بالانقلاب يخوض الشاهد معركة سياسية غير آبه بخصومه وهو يتحصن بحزام حزبي قوي تقوده حركة النهضة تعلو بعض الأصوات المعارضة هنا محذرة من عودة بن علي بثوب جديد على مهل رسالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم تثني اتحاد الشغل عن العدول على خطواته التصعيدية معلنا الدخول في إذراب عام في يناير المقبل من هنا إلى ذلك الوقت يبقى باب التفاوض مفتوحا اختارت النقابة العملية الخميسة السابع عشر من يناير المقبلة موعدا لشن إذراب في القطاعين العام والحكومي في تصعيد ضد الحكومة يوم يعيد إلى أذهن التونسيين الخميسة الأسودة من نفس الشهر عام 1978 عندما قامت السلطات باعتقال مئة العمال بينهم أمين وعامل اتحاد أنذاك بسبب الأزمة الاجتماعية قرارنا هو قرار انتعى السيادة وتدفعنا على السيادة الوطنية على استقلالية القرار الوطني وكذلك حتى ننتهي من قطاع من القطاعات الوزنة والهامة في البلاد من أجل تعديل مقدرة الشرعية وهو قطاع الوظيفة العمومية أزمة الحكومة والاتحاد تنزل بشتاء ساخنة في ذل تمسك الطرفين بموقفهما لكنها تضع الحكومة بين مترقة الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة وسنداني شروط صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بتجميد الزيادات في الرواتب ويسمى الدعاسي التليفزيون العربي تونس ينضم إلينا من تونس العاصمة عبداللطيف الحناشي المحلل السياسي أهلا وسهلا بك سيد عبداللطيف حديث عن انقلاب وتكذيب من الشاهد هل دخلت تونس في أزمة سياسية أعمق من مسألة الأجور والإدرابات مرحبا بكم لا أعتقد طبيعي الحال أنها دخلت في الأزمة بل هي خرجت من الأزمة الخانقة التي كانت تعيشها وذلك بعد أن أجرى السيد رئيس الحكومة تحويرا ويزريا وعرض هذا الأمر على المجلس نواب الشعب ونالت هذه المجموعة الجديدة تقريبا 18 وزير وخمسة تقريبا كتاب دولة تصويت نحو معدل 130 صوتا من داخل البرلمان وبذلك حقق السيد الشاهد وحلفائه انتصارا كبيرا وسحبوا البساط من الأزمة الخانقة أو من افتعل الأزمة الخانقة التي كانت تعيشها البلد الآن هناك من يحاول أن يعيد مثل هذه الأزمة بإثارة مسألة تبدو غريبة على الساحة التونسية ونقصد بذلك الانقلاب هذا الانقلاب يبدو أننا فقدنا صوت ضيفنا من تونس على أمل أن تحمل اللحظات المقبلة حلا لهذه المشكلة يبدو أن ذلك لن يكون على كل نعتذر لهذا الخطأ ونشكر ضيفنا من تونس عبداللطيف الحناشي المحلل السياسي ونتابع بعض الفاصل روحاني يعرض حماية بلاده السعودية دون مقابل أهلا من جديد أدل المواطنون البحرينيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية وتشريعية في أجواء شهدت غياب جماعات المعارضة مع منع السلطات المعارضين من المشاركة في تلك الانتخابات مقابل دعوة من المعارضة مناصريها إلى المقاطعة ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا يتنافسون على 40 مقعدا ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت إلى نحو 365 ألفا أجواء انتخابية تعيشها البحرين لاختيار برلمان جديد تبدو اعتيادية للوهلة الأولى لكن الواقع الملموس مختلف تماما الدعوات إلى مقاطعة هذا الاستحقاق تكاد لا تتوقف والمعارضة الرئيسة المتمثلة بجمعيتين الوفاق ووعد الشيعيتين خارج دائرة التنافس أو المشاركة وذلك بحظر رسمي من سلطات المنامة الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة أمر مألوف في البحرين منذ انطلاق الحراك المدني عام 2011 وفق ما أكدته منظمات حقوقية في تقارير عدة ممارسات معتادة من جانب السلطة بحق الناشطين السلميين طالت بعضهم حتى قبل أيام معدودة من الاستحقاق بتهمة جاهزة عنوانها التشويش على العملية الانتخابية وأحدهم برلماني سابق بات نزيل أحد السجون مع معارضين آخرين عملية انتخابية يواكبها حراك في الشارع لم تتمكن السلطات من إخماد وهجه طوال سبع سنوات رغم سياسة الحديد والنار عملية انتخابية ارتابت منها ومن أجوائها منظمة العفو الدولية قمع المعارضة السياسية يجب أن يتوقف تقول أمنستي في بيان سبق الانتخابات البحرينية بيومين وقد دعت المنظمة المنامة إلى وقف ما سمته القمع المستمر والمتصاعد والسماح بدلا من ذلك بحرية التعبير للأصوات المعارضة للنظام الحاكم المتحالفي مع الرياض وينضم إلينا في الستوديو عالي عبد الإمام المعارض البحريني أهلا وسهلا بك سيد علي المفترض أن تكون صناديق الاقتراع قد أقفلت قبل نحو نصف ساعة من الآن سؤالنا لماذا قطعتم هذه الانتخابات ولماذا وصفتموها بالمهزلة لأن لا يوجد أي سبب يخلي المعارضة والشعب البحريني أن يشارك في انتخابات بحيث أن أنت ما تستطيع أن تشارك في صنع القرار في الدولة أنت غير مسموح لك أن يكون إليك دور في توزيع الثورة لا يوجد قضاء عادل هناك تمييز ضد شريحة كبيرة من المواطنين هناك حاجة حقيقية لتغيير الأوضاع والإصلاح في البلد ما ممكن أن يكون هذا الإصلاح من خلال النظام نفسه يجب أن يكون هناك تغيير في آلية النظام على أساس أن المعارضة تستطيع أن تمارس دور رقابي وتشريعي حقيقي في البلد لكن وسائل الإعلام المحلية الرسمية البحرينية قالت أن هناك عدد ناخبين كبير شاركوا في هذه الانتخابات لماذا لم تتم الاستجابة لهذه المقاطعة أيضا؟ هذه الدعاءات أجهزة الإعلام الرسمية لكن أيضا هناك مزاعم من قبل المعارضة أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 20 إلى 30% تدور تصريح قبل فترة بسيطة طلع من خلال عمليات الرصد التي قامت بهذه المعارضة فهناك تصريح لكن في ظل غياب الشفافية وهذه أحدى المشاكل التي نطالب بإصلاحها لا بالإمكان معرفة الواقع الحقيقي من نسبة المشاركة أو المقاطعة ولكن في تصريح رسمي قبل قليل من وزير العدل أن نسبة المشاركة تجاوزت 53% فلو صدقت هذه النسبة الرسمية أيضا أنت عندك مشكلة مع 40% من الشعب ما شارك رغم كل دعوات الترهيب والترغيب عندك مشكلة مع 40% من الشعب المقاطعة أيضا لكن بكل الأحوال قرار المقاطعة هذا ألا تجد أنه قرار عدمي؟ هو قرار يريده النظام نفسه يريدكم ألا تشاركوا في الانتخابة أيضا من ناحية أخرى مشاركتك أنت ما إلها معنى طالما أنت غير قادر على تغيير غير قادر على محاسبة الوزراء غير قادر على محاسبة رئيس الوزراء غير قادر على التشريع نفسه الرقابة المالية كل هذا غير موجود عندك كصلاحيات أنت ضمن السلطة التشريعية فمشاركتك أيضا هي عدمية أكثر من مقاطعة ولكن الهامش الديمقراطي الموجود في البحرين إذا مقولا بالمقاييس الخليجية هي يعني الهامش معقول نسبيا لماذا لا تتعاملون بإيجابية مع هذا الوضع فعلا ليش أنا يفرض مني أن أتعامل كنصف إنسان أنا إنسان إلي حقوق منصوص عليها في العهد الدولي للأمم المتحدة والبحرين موقع على هذه العهد من ضمن العهد أن لي الحق أن أحكم نفسي ليش أنا يفرض علي طالما أن أنا موجود في منطقة فيها عقليات متسلطة ومن عصور الظلام تتحكم في مقدرات وفي رقاب البشر ليش أنا المفروض أقبل أنا المفروض أحارب وأغير هذا الواقع الموجود على أساس أننا نوصل إلى أننا بشر كاملين أنا ما مفروض أن أقبل أن أكون نصف إنسان طب دعني أعطيك وجهات النظر المقابلة هناك من يقول أن طيف واسع من المعارضة البحرينية متهم بالولاء لإيران أكثر من ذلك رئيس جمعية الوفاق علي السلمان أتهم بعض الأزمة الخارجية بالتخابر مع قطر ما ردكم على ذلك؟ هذه أسطوان مكررة البحرين دائما تحاول أن ترمي مشاكلها الداخلية على الإقليم سابقا كان في قطر كان في مصر كان في العراق بس أيضا يرد على النظام نفسه أن شيخ علي سلمان ذا كان متهم بالتخابر مع النظام لماذا كان يرأس أكبر جمعية سياسية بالبحرين وكانت رموز الحكم نفسها تجلس معه أيضا الاتهام بإيران أنا ما أعرف في شلون بس إحنا عندنا استيراد إلى قوات أجنبية سعودية دخلت لقمع الشعب عنده مشكلة مع نظام حكمة إحنا عندنا كانت مشكلة مع النظام طالب إصلاحات حقيقية النظام هو نفسه من استدعى الأجنبي لقمع الانتفاضة في البحرين فالاتهامات هذه صارت دبل ستاندرد يعني غير منطقية أصلا هناك بعض المعارضين ممن قالوا أن الحكومة تريد تبرير بعض القرارات خلال هذه الانتخابات ويقول أن هذه القرارات فعلا تريد منح شرعية مزيفة معينة لشيء ما ما الذي تتخوفون منه بالضبط النظام ماشي في مسألة السيطرة على كل المساحات المتبقية القليلة المتبقية في الدولة النظام في الفترة المتأخرة فرض الضرائب نحن يجب أن لا ننسى أن النظام عنده نصف السلطة التشريعية معينة والنصف الآخر هو يرسم يعني ممكن يسمح لأن هناك عشرة بالمئة من مجلس النواب قد يكون جزء منهم حر بس البقية أيضا باحتركيبة مجلس النواب كاملة هي ملكة إلى النظام هو يعين أربعين أو خمسين بالمئة من المجلس التشريعي اللي هم أربعين عضو النظام عنده طموح أن يتماهى مع الأقليم مع السياسات الأقليمية الموجودة خصوصا من السعودية وغيرها فوجود سلطة حقيقية رقابية داخل البلد ما راح تسمع لأنها راح تؤثر على بقية الأقليم في النهاية ما هي بدائلكم وخياراتكم؟ البدائل والخيارات هو الاستمرار في النظام إلى أن تتحقق يعني ما يكون الخيار عندنا أن نحن نقبل أن نتنازل عن حقوقنا لتحسين شروط العبودية في عندنا شعب عظيم داخل البحرين قاعد يطارب بالديمقراطية والحدث اليوم بالنسبة للمقاطعة الكبيرة يثبت أن هذا الشعب يستحق أن يحصل دمقراطية وأن نحن لازم نستمر معاه في المعركة علي عبد الإمام المعارض البحريني شكرا جزيلا لك وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات لصفقات السلاح بين الولايات المتحدة والسعودية وصفا إياها بأنها إهانة للرياض على حد تعبيره وقال روحاني في كلمة ألقاها ضمن افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران إن بلاده مستعدة للدفاع عن السعودية دون مقابل موضحا أن بلاده تعد السعودية بلدا إسلاميا شقيقا على حد تعبيره وداعيا إياها إلى وقف الإصغاء إلى التهم الموجهة إلى طهران مؤلمة جدا الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام في المنطقة وإن يقتل الأبرياء بأيدي من يدعون الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية لي تحدثت اسطنبول لم تقع أيضا ولم يتم تقطيع جثة إنسان هذا الأمر مؤسف لنا كمسلمين مؤسف أنكم تقصفون الشعب اليمني المظلوم يوميا ينضم إلينا من طهران مرسلنا حازم كلاس حازم أهلا بك طهران إذن مستعدة للدفاع عن السعودية دون مليارات الدولارات هذا ما أو أبرز ما صرح به رحاني خلال قمة المؤتمر الإسلامي في طهران هل أعطيتنا مزيدا من التفاصيل عن السياقات التي جاء فيها هذا الخطاب وردود الفعل؟ بطبيعة الحال ليس مستغربا على الرئاسة الإيرانية والقيادة الإيرانية عموما أن تتحدث بهكذا منطق خاصة أن الحديث يأتي ضمن مؤتمر يدعو إلى التقارب بين المذاهب الإسلامية تحت عنوان الوحدة الإسلامية وهو مؤتمر سنوي يعقد في طهران في هذه الفترة من كل عام هذا السياق جاء ضمن أو كلام روحاني جاء ضمن سياق تحليلي للأوضاع في المنطقة بشكل عام وانتقد فيها اتكاء بعض الدول وبشكل خاص السعودية في توفير أمنها على الخارج وهذا ما كانت إيران قد كررته سابقا ومرارا من خلال القول أن الأمن لا يشترى وإنما يكون من خلال بناء هذا الأمن من الداخل ومن خلال تشبيك الأمن بين دول المنطقة وكانت هذه الدعوة قد وجهها بطبيعة الحال وزير الخارجية الإيراني عدة مرات إلى عدد من دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية وبشكل خاص أيضا السعودية إلى تأسيس ربما مجمع للحوار الإقليمي بين دول المنطقة والدول الخليجية بشكل خاص مع إيران بطبيعة الحال ويرى تريد إيران من هذا الأمر ومن خلال هذا القول ربما رمي الكرة في ملعب السعودية السعودية حاولت طوال السنوات الماضية منذ تحديدا ربما مع تولي ولي العهد محمد بن سلمان لتسنمه لهذا المنصب حاولت أن تضيق على إيران تحدثت عن نقل المعركة إلى الداخل الإيراني تحدثت عن محاولة إفشال المفاوضات النووية وتقويض الاتفاق النووي لذلك تأتي إيران بمنطق مختلف تماما ربما قد يفاجئ البعض ولكن من يتابع السياسة الإيرانية يدرك تماما أن الإيرانيين يريدون أن يرموا بالكرة في ملعب السعودية خاصة أمام المجتمع الدولي وفي ظل هذه الأوضاع الراهنة في المنطقة خاصة بعد التطورات في العراق خلال السنوات الماضية في سوريا بالنسبة لإيران أيضا وخاصة مع تطور قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أشار إليها الرئيس الإيراني حسن روحاني وانتقد ذلك إيران بطبيعة الحال تقف في هذه القضية إلى جانب السلطات التركية وأكدت ذلك منذ البداية أنها تدعم التحقيق التركي المستقل في هذا المجال أيضا إلى جانب ما تفضلت به هل من مخرجات جديدة حول القدس بما أنها كانت عنوانا رئيسيا وبالنسبة للمتغيرات الإقليمية الواضحة التي تهدد مصير القدس بالنسبة لهكذا مؤتمر ولكل المؤتمرات التي تعقد في طهران التأكيد على القضية الفلسطينية بات أمرا واضحا في كل البيانات الختامية بطبيعة الحال الرئيس الإيراني أشار إلى هذا الموضوع أشار إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن يغير من المعادلات شيئا سوى أنه بالنسبة للدول الإسلامية وبالنسبة لإيران عرى وجه الإدارة الأمريكية أكثر بحسب تعبيره وأيضا أكد وقوف إيران إلى جانب القضية الفلسطينية وأنها أم القضايا وكان لافتا أيضا أن يكون هناك كلمة عبر الفيديو كونفرنس خلال الكلمات الافتتاحية تلت كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية من غزة وأيضا كان هناك مشاركين بطبيعة الحال من عدد من الفصائل الفلسطينية شكرا جزيلا من طهران مناسلنا حازم كلاس قال السيناتور الديمقراطي جاك ريد العضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل جمال خاشقجي كانت كاذبة وقال رد إن الرئيس ترامب كاذبة بخصوص المعلومات التي توصلت إليها وكالة السي آي آي عن جريمة قتل خاشقجي خاصة عندما أنكر أن وكالة الاستخبارات استنتجت أن ابن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي تنضم إلينا من واشنطن مرسلتنا ريما أبو حمدية ريما ربما هذه التحركات الأخيرة والتصريحات التي تتهم ترامب مباشرة بالكذب هي آخر ما جاء في إطار ردود الفعل داخل الكونغرس حول قضية خاشقجي أعطينا مزيدا من التفاصيل بالفعل هذه التحركات لم تتوقف الآن الديمقراطيون في مجلس النواب في الكونغرس بشكل عام يقولون أنهم يريدون التحقيق في علاقة الرئيس الأمريكي مع السعودية هذا بعد أن فاضل الرئيس أو تبنى الرواية السعودية على حساب استنتاجات وكالة الاستخبارات الأمريكية ربما هذا يزيد من الحنق والغضب والانتقاد من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين لموقف الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي آدم شيف في مجلس النواب الأمريكي يقول مع دخول الكونغرس الجديد دورته الجديدة بداية السنة المقبلة سيكون هناك تحقيق في علاقة الرئيس الأمريكي مع السعودية لماذا يحمي الرئيس الأمريكي السعودية بهذه الطريقة ليس فقط من آدم شيف ولكن آخرون لينزي جراهم وهو من أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي مرة أخرى يعود ويقول نعم أنه يريد هذه العلاقة مع السعودية ولكن هذه العلاقة لن تأتي على حساب مبادئ الولايات المتحدة وقواعد الولايات المتحدة لا يريد حليف كما قال للصحفيين لينزي جراهم لا يريد حليف يقوم بتقطيع صحفي داخل منشأة دبلوماسية داخل قنصلية أيضا آخرون كما ذكرت جاك ريد الذي وصف الرئيس الأمريكي بالكاذب عندما سئل عن استنتاجات أو عن تبني الرئيس الأمريكي لرواية السعودية على حساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رانبول مرة أخرى يهاجم الرئيس الأمريكي ويهاجم السعودية ويطالب مرة أخرى بوقف بيع الأسلحة للسعودية كل هذه التحركات حتى هذه اللحظة ما عدا الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس الأمريكي لمطالبته بإجراء تحقيقات إعطائه 120 يوما لإنهاء التحقيقات والاتخاذ إجراءات واضحة بمجب قانون ماغنيتسكي كل هذه حتى هذه اللحظة هي مجرد تصرحات ولكن الكونغرس الجديد الذي يبدأ في شهر يناير بداية العام المقبل يقول أعضاء الكونغرس سيكون هناك تحركات واضحة من قبل أعضاء الكونغرس من الحزبين من الجمهوريين والديمقراطيين على خلفية مقدر خاشقجي ولكن الآن أيضا بسبب دعم الرئيس غير المحدود كما يقولون للسعودية على حساب استنتاجات الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في الولايات المتحدة جزيلا لك ريمة أبو حمدي مرسلتنا من واشنطن نتابع بعض الفاصل رئيس وزراء إسبانيا يؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق أهلا من جديد أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيلة للدموع واستخدمت خرطيم المياه لتفريق المتظاهرين في باريس احتجاجا على زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتجمع الألاف من حركة السترات الصفراء للأسبوع الثاني في العاصمة وأقاموا حواجز على طرق في أنحاء البلاد للتعبير عن غضبهم من رئاسة إيمانوال مكهون في حين قامت الشرطة الفرنسية بالتدخل لمنع جموع المحتجين من الوصول إلى قصر الرئاسة والحكومة لم تجد الشرطة الفرنسية وسيلة لمنع السترات الصفراء من اقتحام قصر الإليزي سوى خرطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع خمسة ألاف شخص تجمعوا بحسب الداخلية الفرنسية في جادة الشانزيليزي رفضا لارتفاع أسعار المحروقات والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن الفرنسي على حد وصفهم استعملوا كل وسائل الرفض الممكنة من إحراق الإطارات وتكسير واجهات المحلات والأرصفة للضغط على السلطة الحاكمة أرى أهلي يعانون وكل من هم حولي يعانون وأسعار المحروقات ترتفع لم نستطيع دفع هذه الضرائب ما زلنا شباب ولا يمكن لنا الاستمرار بهذه الطريقة وزير الداخلية الفرنسية اعتبر أن اليمين المتطرف بشخص زعيمته مارين لوبين وراء احتلال الشانزيليزي العصب الاقتصادي الأبرز للعاصمة الفرنسية مذكرا أن العنف مرفوض بكل أشكاله بناء على طلب مارين لوبين التي دعت ألاف الأشخاص للمجيء إلى الشانزيليزي خمسة آلاف شخص تحركوا على رأسهم اليمين المتطرف قوات الأمن تدخلت لإنهاء هذا الوضع وقوات الأمن تتحرك لدفع المتظاهرين وأبعادهم عن الشانزيليزي بواسطة خراطيم المياه والقنابل للمسيلة للدموع هذه المظاهرات تفتقد للقيادة ولبرنامج واضح وكذلك لدعم الأحزاب الكبرى عدم وتطرف منها يمينا ويسارا وهو ما يطرح سؤالا حول قدرتها فعلا على إجبار الحكومة على التنازل عن قرارها تأثير هذه المظاهرات على قرار مكرو مرتبط بمدى قوتها خلال الفترة القادمة ومدى قدرتها على تدارك ما حصل اليوم من تدخل لبعض الأحزاب خاصة الأحزاب اليمينية وعدم الإنبطاح أو الإنسياق وراء التحركات سواء اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف سيظل أن الباب مفتوح للمفاوضات بكل تأكيد والسياسة فن الممكن ما بين الحكومة اليوم وما بين ما يحصل داخل الشارع الفرنسي لكن بكل تأكيد هذا أول اختبار حقيقي للرئيس مكرون 72% من الفرنسيين يؤيدون سترات الصفراء رغم توظيمها خارج عباءة الأحزاب والنقابات ورغم انتهاجها للعنف سبيلا لتحقيق المطالب رغم أن هذه المظاهرات شعبية إلا أنها لم تخلو من الشعبوية مما أساءل مطالبها الاقتصادية منها والاجتماعية رغم أحقيتها محمد الحجير تفزيون عربي ويبقى معنا من باريس مرسلنا محمد الحاجي محمد حدثنا عن آخر مواصلة إليه الاحتجاجات وتعامل السلطات الفرنسية مع الموقف نعم هي في الحقيقة تصفية حساب بين الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب اليسارية المتطرفة مع السلطة مع إمانيو الماكرون وحكومة إدوار فليب هذه الأحزاب التي لم تتوفق بالظفر بنتاج الاتخابات البرلمانية والرئاسية اليوم تصفي حساباتها مع ماكرون ومع إدوار فليب شانزيليزي وهو عصب المدينة أو العاصم الاقتصادي تم احتلاله اليوم من قبل سترات الصفرة التي تحظى بجموع الفرنسيين رغم شعبويتها رغم ما طالبت به أحيانا من مطالب مسيئة للمجتمع الفرنسي وخاصة للأجانب والمسلمين وغيره ورغم غياب القيادة والتنظيم وأيضا غياب النقابات عن تسير بهذه المظاهرات نحو تحقيق المطالب الحكومة الفرنسية بصوت وزير الداخلية فسيعتبرت بأن اليمين المتطرف اليوم هو من دفع الناس إلى احتلال الشانزيليزية وهو له رمزية كبرى لأن الشرطة حاولت دفعهم ومنعهم من احتلال قصر يريدون فعلا أن يحتلوا قصر الإليزيلي لإجبار ماكرون على الاعتراف بهم ولقائهم بين ماكرون ووزير الداخلية لا يعتبران أبدا بأن هذا الحراك هو حراك محق وأنه هو حراك شعبوي هدفه فقط زعزعت الأمن في فرنسا وتم توجيه الاتهام فورا إلى المكسرون كما يسمون بالفرنسية هنا وهما من اليمين المتطرف الذي دائما يصف بحساباته في كل مظاهرة عن طريق تكسير الأرصفة والشوارع والواجهات ولم يتضح بعد من يدير الحملة ومن يقودها محمد أما زالت السلطات الفرنسية تفتش عن من تتفاوض معه في هذا الشأن؟ بالفعل فرح في الحقيقة هي هذه المظاهرات نشأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على عكس المظاهرات السابقة فرنسا معروفة بأنها بلد النقابات الأول في العالم هذه النقابات لم تدخل في هذه المظاهرات نشأت بالشكل عفوي لبسوا سلطات صفراء للدلالة على حالة الطوارة التي يشعروا بها بسبب ارتفاع أسعار الوقود وأيضا بسبب المس بالقدرة الشرائية للمواطن الفرنسي السلطة الفرنسية لا تجد من تفاوض معه في هذا الحراك الذي يخلو من القيادة ويخلو أيضا من التنظيم كل فرنسا مشهولة اليوم ولذلك نحن اليوم نتحدث معكم عبر سكايب تعذر علينا حتى الوصول إلى مكتب نالي أو إجراء مقابلات مع هؤلاء لأنه منذ الصباح الباكر والطرقات كلها مغلقة وحتى الطرق التريعة وأيضا وسائل النقل المخفلة بوجه كل المارة والسياح بكل الأحوال شكرا جزيلا لك محمد الحاجي من باريس أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن إسبانيا حصلت على اتفاق بشأن جبل طارق وستصوت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التصريح الرسمي الإسباني يأتي بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها تؤيد إجراء مفاوضات مع إسبانيا بشأن منطقة جبل طارق بعد خروجها من الاتحاد تلبية لطلب مدريد التي هددت بعرقلة اتفاق خروط المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أربعة أشهر تلك التي تفصل بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي ولا تزال العصي توقف عجلة التقدم التي تحث الخطى نحو توقيع اتفاق نهائيا للخروج تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي إلى بروكسل لإجراء تعديلات تلو الأخرى على اتفاق تاريخيا للانفصال عن الاتحاد بعد أكثر من أربعين عاما من الروابط الوثيقة وتذلل مي العقبات التي تقف في طريقها لتحقيق ذلك الاتفاق من الجنوب يعلو صوت إسبانيا بالإعلان عن اتفاق بشأن جبل طارق حصلت عليه مدريد وبالمقابل ستصوت لمصلحة البريكزيت لقد أخبرت الملكة أن إسبانيا توصلت إلى اتفاق حول جبل طارق وأول شيء أود إعلامكم به هو أن المجلس الأوروبي سيعقد اجتماعه غدا أما الشيء الثاني فهو أن دول أوروبا والمملكة المتحدة وافقوا على المطالب التي تقدمت بها إسبانيا لذا فإننا سنصوت غدا لصالح اتفاق البريكزيت مدريد حصلت على الاتفاق الخطي الذي يؤهلها لتعطيل أي عملية تفاوض مستقبلية حول مصير جبل طارق الذي تطالب منذ زمن بالسيادة عليه 17 شهرا خاضتها مي من المفاوضات المتوترة مع قادة الاتحاد الأوروبي ولتنهي صياغة نصوص لم تحظى بقبول أطياف واسعة من داخل بلادها ومن خارجها فكثيرة هي المسائل التي لا تزال عالقة في الاتفاق مع الأوروبيين وأحدها حقوق الأوروبيين بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية وقيمة الفاتورة التي يجب أن تدفعها لندن للاتحاد فضلا عن الحل المثير للجدل فيما يتعلق بالحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا خطوات لم تستكمل بعد نحو اتفاق أثار جدلا وسخطا في أوساط بريطانية ولا يسع رئيسة الوزراء إلا أن تحذر مواطنيها من عواقب الانقسام والشك إن لم يرضوا بذلك الاتفاق أو إن أسقطه برلمان بلادها ينضم إلينا من بريكسل مرسلنا لبيب فهمي لبيب إذن بيترو رئيس حكومة إسبانيا حصل على اتفاق بشأن جبل طارق ما دون ذلك من تفاصيل يمكن إضافتها إلى مشوار بريكسل نعم هو نوع من التصريح بشيء حصل عليه كان قد حصل عليه من قبل عندما أعلن الاتفاق حول البريكزيت وحول الإعلان السياسي في صيغته الأولى كانت لندن قد أكدت لإسبانيا بأنها ستشركها في كل ما يتعلق بمستقبل جبل طارق بعد البريكزيت لكن إسبانيا كانت تريد أن يكون ذلك خطيا ليس هناك تأكيد حتى الآن أن ذلك سيكون خطيا في الإعلان السياسي ولكن ربما كملحق لهذا الإعلان السياسي ملحق مجبر لبريطانيا ولأسبانيا ويكون الاتحاد الأوروبي شاهدا عليه وبالتالي فمدريد حاولت أن تلعب لعبة هي لعبة سياسية داخلية بين اليمين واليسار وبين رئيس الحكومة بيدرو سانتشيس الذي حاول الضغط لتأكيد دولياً لأن له موقف وأنه يستطيع الحصول على بعض المسائل للدولة الإسبانية لكن الأهم من هذا كله هو أن تم الاتفاق على كل نقاط تقريباً واليوم تيريزامي جاءت إلى بروكسل للقاء برئيس المفوضية الأوروبية جونكلو جونكر للحصول من جانبها على دعم سياسي ما تريد اليوم الحصول عليه ما هو دعم سياسي يوم غد بأن تقول أوروبا بأن ستكون هناك علاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وستظل هذه العلاقات لأنها علاقات متينة وعلاقات صداقة ستظل ستظل هذه العلاقات سواء انتجارية أو سياسية أو أمنية إذن هناك الكل يبدو أن الكل رابح في هذه القضية كعادة كل المسائل الأوروبية يكون فيها الرابحون كل الدول الأوروبية مدريد ربحات لوندن ربحات والاتحاد الأوروبي ربما سيخرج اليوم غد من أزمة كانت تشكل له بعض العقدة بعضة البناء الأوروبي تكرا جزيلا من بريكسل مرسلنا لبيب فهمي نناقش هذه المعطيات مع ضيفنا في الستوديو محمد عايش الكاتب السحفي أستاذ محمد أهلا وسهلا بك معنا إذن حتى نضع زيارة في سياقها الصحيح بعد آخر المعطيات المتعلقة بما حصلت عليه إسبانيا خاصة هي رسالة أو زيارة لتثبيت الرسائل السياسية أكثر منها للتفاوض حول أي شيء هي زيارة مي إلى بروكسل اليوم والقمة المقررة أن تنعقد غدا هي أهم مفصل في مشوار البريكزيت لأنه تم التوصل إلى مسودة اتفاق من 585 صفحة وهذا الاتفاق إما أن يتم تمريره أوروبيا أو أن لا يتم الآن كان المعضلة خلال الساعات القليلة الماضية هي أن إسبانيا لوحت باستخدام الفيتو إفشال هذه المسودة أو هذا الاتفاق وبالتالي إفشال كل المشوار الطويل من المفاوضات لكن قانونا قيل أن إسبانيا أصلا لم تكن تملك هذا الحق كانت تسجل أهداف سياسية لكن تستطيع أنها تعطل عند التصويت في البرلمان الأوروبي تستطيع أنها تعطل هذه الاتفاقية وأن لا يمر هذا الاتفاق كان هناك خلاف على جبل طارق ويجب أن يتم التوصل إلى اتفاق بالمناسبة هو ما تم التوصل له ليس اتفاق هو ما قبل الاتفاق فيما يتعلق في جبل طارق لأنهما اتفقوا على مفاوضات مباشرة تجري ووافقة إسبانيا على مفاوضات مباشرة بين بريطانيا وإسبانيا لكن في نهاية المطاف أنا لا أظن حتى حول ماذا تحديدا؟ على وضع جبل طارق ومواطني جبل طارق حوالي 30 ألف شخص يقيمون في هذه المنطقة وعملية الدخول للخروج بالنسبة لمواطنين إسبانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أنا في تقديري أن هذه المنطقة جغرافيا أصلا يتوجب أن حتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي يتوجب أن يكون بحكم الموقع الجغرافي يجب أن يكون لها أو سيكون لها وضع خاص وأظن بريطانيا تدرك ذلك كان حالها أقرب إلى سويسرا سويسرا يدخلها مواطنون أوروبا ويخرجها عمليا بدون قيود هناك نقاط حدودية لكنها أشبه من سافر برا إلى سويسرا يدرك بأنه لا يوجد حدود حقيقية بين مثلا إيطاليا وسويسرا وبين فرنسا وسويسرا إذا كان تم الاتفاق حول التفاوض بعد الخروج حول مصير جبل طريق ما أهمية ما تم الاتفاق المهم الحقيقة أنه لا يوجد ما يعطل مسيرة قمة يوم غد يعني القمة يوم غد الطريق أصبح لها ممهدا هذا أهم في الأمر والمسألة الثانية أنه أغلب الظن أنه كل بنود المسودة من 585 صفحة أغلب الظن أنه ليس فيها مشاكل وإن كان هناك مشاكل ربما يتم تسويتها خلال لقاء القمة يوم غد بالتالي نحن نتكلم عن اتفاق أصبح قابة قوسين أو أدنى سواء رغب به على علاته وعلى إيجابياته حققت بريطانيا بعض التقدم أو شروط أفضل من السابق بعض الشروط مثل فاتورة الطلاق أو ما يسمى فاتورة الطلاق المبلغ الذي ستدفع بريطانيا وقللوا بعض الشيء نتكلم عن حوالي فرق 11 مليار ما بين السابق والحالي أيضا هناك مسألة بالغة الأهمية وهو أن هناك إدراك من كل الأطراف بأن هذا الاتفاق أفضل من اللا اتفاق يعني على كل إلاته هو أفضل من لا اتفاق أحسن الخطوش بدون اتفاق بالضبط أفضل من الهارد بريكزيت ما يسمونه بالهارد بريكزيت لأنه في حالة الهارد بريكزيت نحن أمام فوضى اقتصادية هذه الفوضى سوف تكبد بريطانيا وسوف تكبد الاتحاد الأوروبي معا خسائر اقتصادية كبيرة بهذا الوضع هل ضمنت مي تكميد جراحها الداخلية وأزمتها؟ لا طبعا هي بالنسبة لمي هي في الوضع الذي لا تحسد عليه يعني هي الأسوأ حالا في كل هذه المعمعة لأنه عندما تغادر غدا بريكزيت إذا أفلحت هناك فسوف تذهب لتبدأ معركة جديدة داخل الحكومة ثم معركة داخل البرلمان ومن ثم هي وأيضا معركة داخل الحزب ومعركة في الشارع أيضا والجدل الواسع وانتقادات كبيرة في الصحافة وعملية تقييم لهذا الاتفاق هناك جوعا يرفض هذا الاتفاق داخل بريطانيا هناك شعور بأن بريطانيا تخرج خاسرة من هذا الاتفاق لكن بتقديري أنه لا يوجد بدائل يعني نعود إلى نقطة عدم وجود بدائل يعني في اليوم التالي للإستفتاء وهذه كثير من الناس لا يدرك ماذا يعني الخروج بدون اتفاق في اليوم الثاني التالي للاستفتاء خسرت بورصة لندن لوحدها خسرت 125 مليار جنيه سترليني هذه كانت أنا في تلك اللحظة حسب كم دفعت بريطانيا مساهمة للاتحاد الأوروبي فوجدت أنه في 15 سنة ما دفعت هذا المبلغ إذن بورصة لندن دعم تبخرت من أموال البورصة أو من القيمة السوقية للشركات المدرجة في فوتسي تبخرت أكثر مما دفعت بريطانيا في 15 سنة ماذا ننتظر غدا وبعد غد على المستوى الداخلي بريطانيا أظن بأن أوروبا راضية بهذا الاتفاق وأظن بأنه بعد التغلب على مشكلة إسبانيا وإيرلندا والمشكلة المائية ليست مشكلة كبيرة أظن بعد ذلك المسألة ممهدة يظل المشكلة داخل بريطانيا وأظن بأنها ستمر شكرا جزيلا لك الكاتب السحفي محمد عيش العرب اليوم انتهى تحية طيبة وإلى اللقاء شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة